كنت أحدثكم عن سلمان وما أدراك ما سلمان رضوان الله تعالى عليه أقرأ عليكم من رجال الكشي إنها الطبعة الرابعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي 2004 ميلاد طهران إيران في الصفحة السادسة إنه الحديث الثالث عشر بسنده عن زرارة عن إمامنا الباقري عن أبيه عن أبيه السجاد صلوات الله وسلامه عليه عن جده عن جده عن جد إمامنا الباقري عن الحسين عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه حديث من أحاديث سلاسل الذهب هذه أحاديث سلاسل الذهب التي يأتي في سندها ذكر المعصومين الباقر عن السجاد عن الحسين عن الأمير هذه أحاديث سلاسل الذهب أمير المؤمنين ماذا يقول كما يحدثنا باقر العلوم صلوات الله عليهم ضاقت الأرض بسبعة هذه المجموعة الزهرائية الأولى أول مجموعة زهرائية في تعريخ الإسلام هي هذه ضاقت الأرض بسبعة بهم ترزقون وبهم تنصرون وبهم تمطرون هؤلاء وجودهم الديني العقائدي بحكم ارتباطهم بفاطمة وآل فاطمة هؤلاء وجودهم هذا له أثر تكويني الإمام الإمام هو الذي يقول ما أنا الذي أقول ضاقت الأرض الأمير يقول ضاقت الأرض بسبعة بهم ترزقون وبهم تنصرون وبهم تمطرون منهم سلمان الفارسي والمقداد وأبو ذار وعمار وحذيف وحذيف قد تقول والبقية البقية ذكرتهم الروايات أنا لست بصدد شرح هذه الرواية إنما أريد أن أأخذكم إلى الجهة التي أريدها ضاقت الأرض بسبعة بهم ترزقون وبهم تنصرون وبهم تمطرون منهم سلمان الفارسي والمقداد وأبو ذار وعمار وحذيف رحمة الله عليهم هكذا جاء في النص وكان علي يقول إمامنا الباقر يكمل حديث جده أمير المؤمنين وكان علي يقول وأنا إمامهم ما هو أهم وصف فيهم وهم الذين صلوا على فاطمة صلوات الله عليها صلوا على فاطمة بعد أن قتلها قوم السقيفة أصحاب السقيفة وهم الذين صلوا على فاطمة هذه أول مجموعة فاطمية أول مجموعة زهرائية هؤلاء هم الزهرائيون الحقيقيون لا لا أن ألقلق بلسان دائما وأردد زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي أتمنى أن أكون كذلك لكنها لقلقة اللسانية هؤلاء هم الزهرائيون الحقيقيون أول مجموعة زهرائية في التاريخ الشيعي هؤلاء هم ضاقت الأرض بسبعة بهم ترزقون وبهم تنصرون وبهم تمطرون منهم سلمان الفارسي والمقداد وأبو ذر وعمار وحذيفة حذيفة بن اليمان وكان علي يقول وأنا إمامهم لو لم تكن إمامهم هل كانوا كذلك لأنك يا أمير الأمراء لأنك إمامهم كانوا كذلك وكان علي يقول وأنا إمامهم وهم الذين صلوا على فاطمة هؤلاء صلوا على فاطمة وأولئك قتلوا فاطمة وكانوا جميعا يعيشون في زمان واحد وفي مكان واحد الجهة التي أريد أن أأخذكم إليها الزهرائيون الحقيقيون للذين يلقلقون بألسنتهم من أمثال الزهرائيون الحقيقيون هؤلاء بهم ترزقون وبهم تنصرون وبهم تمطرون إنهم أبناء الغدير هؤلاء هؤلاء هم الغديريون وهم الزهرائيون في الطرف الثاني الذين لا يكونون كذلك سيكونون وبالا على الأمة وهذا هو الذي جرى في واقعنا الشيعي لأن الشيعة لم تحظى بزهرائيين حقيقيين منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة بعد أن أسس أطوسي حوزة النجف المشؤومة على طول الخط الذين تسلطوا على الشيعة مرجئة بترية مقصرة السقيفيون إلى النخاع إنهم أبناء السقيفتين سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي بني نجف من هنا جرى ما جرى على الشيعة وإلى يومنا هذا جرى ما جرى عليهم في دينهم بالدرجة الأولى وفي دنياهم بالدرجة أثانية ولا زال الحال كما كان سابقا أعتقد أن وجه العبرة إن كان هناك من عبرة واعتبار صار واضحا لديكم نذهب إلى فاصل عن أبي خالد الكابلي قال سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا فقال يا أبا خالد النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليه إلى يوم القيام وهم والله نور الله الذي أنزل وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار وهم والله ينورون قلوب المؤمنين ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر سأخذكم في جولة سريعة بين آيات الكتاب الكريم وأحاديثهم الشريفة كي نتلمس مضمون الحقيقة التي حدثتكم عنها ارتباط التشريع بالتكوين وارتباط التكوين بالتشريع ليس هناك من منطقة في التشريع تكون ليست مرتبطة بالتكوين وليس هناك من منطقة في التكوين ليست مرتبطة بالتشريع أنا أتحدث عن تشريع محمد وآل محمد الذي يتجلى تدريجيا حتى يتكامل في الدولة المحمدية العظمى في نهاية عصر الرجعة العظيمة والتي ستستمر خمسين ألف سنة هكذا أخبرونا وهذه هي عقيدتنا وهذه هي ثقافتنا الأصيلة لا شأن لي بهراء وسفاهة وغازات المرجع الأعلى في النجف أو غيره لا شأن لي بعؤلاء أنا أتحدث عن قرآنهم المفسر بتفسيرهم وعن حديثهم المفهم وفقا لقواعد تفهيمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أبدأ معكم من سورة المؤمنون ومن الآية الحادية والسبعين بعد البسملة من السورة من سورة المؤمنون ولو اتبع الحق أهواءهم في أي جهة في جهة التشريع في جهة الدين في جهة العقيدة ولو اتبع الحق أهواءهم ماذا جرى لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ارتباط واضح وثيق أكيد ما بين التشريع والتكوين أنا لا أتحدث عن فتاوى الأحناف والشوافع لا شأن لي بهؤلاء ولا أتحدث عن فتاوى الطوسي الأنصاري مرتضى الأنصاري الخوئي السيستاني لا شأن لي بهؤلاء أنا أتحدث عن دين محمد وأهل محمد الذي لا يعرفه هؤلاء مطلقا لا الشوافع يعرفونه ولا الأحناف ولا الطفسي ولا مرتضى الأنصاري ولا الخوئي ولا السيستاني ولا البقية ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم هذا هو الذكر الحقيقي الذي هو نتاج وانعكاس عن التكوين بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون هم ذاهبون في طريق الضلال وإلا فإن الدين جاء لخدمتهم كي تتعانق حياتهم الدينية مع واقعهم في عالم التكوين الذي يعيشون فيه بالضبط مثل ما حدثنا سلمان في خطبته لو أن الأمة ولت عليا لو أن الأمة كانت وفية لبيعة الغدير لو أن الأمة نفذت مشروع الغدير لكان الذي كان ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن هذا فساد تكوين الفساد التشريع يؤدي إلى فساد تكوين حين أتحدث عن فساد تكوين الذي يرتبط بحياتنا فحياتنا لا ترتبط بكل جزء في التكوين ما يرتبط بحياتنا في عالم التكوين هو هذا الذي سيكون فاسدا إذا ما فسد ديننا وإلا فهناك المساحة الأكبر من التكوين لا علاقة لها بحياتنا ما له علاقة بحياتنا هذا الأمر قد يكون واسعا مضطردا في الزمان القائمي ولا بد أن تلتفت من أن الفساد في العاصمة وهي الأرض سيكون مؤثرا على بقاع الكون الأخرى ولهذا السبب ومرت علينا الروايات فإن قطان الكون الذين لا يعلمون من أن آدم خلق أو لم يخلق يلعنون الأول والثاني لأن القضية لا ترتبط بالأشخاص القضية ترتبط بالعاصمة حدثتكم عن هذا فيما سلف لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم قد أحتاج أن أعود إليه في قادم الحلقات لا أدري إذا محتجت أن أعود إليه حينئذ سأحدثكم أكثر وأكثر في هذا الاتجاه ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ومن فيهن من دواب السماوات من الكائنات التي ستشكل جزءا وجانبا من الدولة القائمية المهدوية الفساد في الأرض ينعكس عليهم تكوينا الفساد الديني التشريعي ينعكس تكوينا على الأرض وينعكس تكوينا على الكائنات الأخرى لأن الأرض هي العاصمة والأمان عند إمام زماننا وإني لأمان لأهل الأرض حينما يكون الأمان في الأرض تارة يكون أمانا إجماليا لا بد أن تترتب الآثار على الفساد الديني لا بد أن تترتب آثار الفساد الديني على التكوين فهنا يتجلى الأمان الإجمالي للحفاظ على الأرض بما هي هي من دون التفاصيل أما الأمان التفصيلي فهذا سيكون عند ظهوره الشريف وهذا الأمر هو هو بالنسبة للدين فإن الشيعة لو أخلصت لإمامها لراعى الإمام دينها بنحو تفصيلي وهذا واضح في كلماته ومرت علينا هذه المطالب في البرامج السابقة إلا أن الشيعة أعرضت عن إمامها ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون من هنا فإن الإمام أوكل أمور الشيعة إلى أنفسهم هو يدرك الذين يستحقون أن يدركهم مثل ما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه الإمام يدركه ولا يتركه في يد ذلك المرجع الشيعي الملبس الكافر وإنما يقيض له مؤمنا كي يقف به على الصواب الأمر هو هو في الجانب الدنيوي وهو هو في الجانب الديني هناك أمان إجمالي في الجانب الدنيوي وهناك أمان إجمالي في الجانب الديني ليس لكل من يقول أنا شيعي وليس لكل من يعيش في المجتمع الشيعي إنه الشيعي الذي لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه على وجه الحق وعلى وجه الصدق هنا يأتي لطف إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هذه المطالب متشعبة ومتفرعة أعود إلى الآية الحادية والسبعين بعد البسملة من سورة المؤمنون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن الحديث عن أهوائهم في الجانب الديني في الجانب العقائدي بقرنة ما ذكر في آخر الآية بل أتيناهم بذكرهم الذكر عنوان للدين عنوان للعقيدة عنوان للتشريع بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون الآية التي بعدها أم تسألهم خرجا مالا أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازق هؤلاء ما عندهم من رزق تكويني ما هو برزق خير أعمالهم أدت بهم إلى ذلك أما أنت فخراجك خراج ربك هو خير الرازق هذا الخطاب لمحمد اللفظا إنه للمؤمنين الصادقين المخلصين معنا القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جار محمد مخاطب اللفظا المضمون لي ولكم المضمون للأمة أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازق ربك الآية تتحدث في مصداق من مصادق العلاقة ما بين التشريع والتكوين الفساد الديني يؤدي إلى رزق ما هو بخير ستؤدي الأسباب التي حول المجتمع الذي أفسد دينيا وأفسد عقائديا ستؤدي الأسباب إلى أن يكون رزقه حتى لو كان رزقا كثيرا ليس حلالا ليس طيبا سيكون حراما سيكون نجسا سيكون مغصوبا سيكون خبيثا وقد تجتمع كل هذه الأوصاف فيه وهذا الحكم يجري على الأفراد ويجري على المجتمعات فساد التشريع يؤدي إلى فساد التكوين والرزق هو جزء من التكوين الرزق بكل أشكاله في أشكاله المادية وفي أشكاله المعنوية ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن الفساد يعم على السماوات وعلى الأرض لماذا؟ لأن الأرض هي العاصمة وأرض فيها الإمام هي إمام الأرض وسماء أرض فيها الإمام هي إمام السماوات وكل شأن يرتبط بالإمام سيكون إماما لكل أفراد ذلك الشأن هذا هو منطق الكتاب والعترة ولو وإتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين من سورة المؤمنون أذهب بكم إلى سورة البقرة وإلى الآية الخامسة بعد المئتين بعد البسملة وإذا تولى وإذا تولى إذا سار في طريق الضلال إذا خرج من جادة الهدى وإذا تولى الآيات التي قبلها تشير إلى هذه الحقيقة لكنني لا أجد وقتا كي أقرأ كل شيء عليكم في الآية التي قبلها ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام إنه يسير في الطريق الأعواج وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد الآية ربما أشارت إلى إهلاك الحرث والنسل أن يكون هذا الفاسد من بني البشر أن يكون حاكما يمتلك السلطة فبإمكانه أن يهلك الحرث والنسل ولكن بحدود الآية لا تتحدث عن هذا المضمون تتحدث عن إهلاك للحرث والنسل عن إهلاك تكويني ليس إهلاك محدود كما يفعل حاكم من الحكام مثل ما فعل صدام مثلا حينما أحرق البساتين وأحرق القرى وأحرق المزارع في العديد من مناطق العراق مثل ما جفف الأهوار وفعل ما فعل ما فعله لا تنطبق عليه الآية انطباقا كاملا إذا أردنا أن نطبقها هو انطباق جزئي الآية تتحدث عن إهلاك للحرث والنسل للزراعة والنباتات مثل ما مرت علينا الفيديوات في الحلقات المتقدمة عن انقراض للنباتات عن انقراض للحيوانات عن انقراض للحشرات تحقق بعضه ولا زال البعض الآخر في الطريق قد يكون الإنسان سببا في ذلك وقد تكون شبكة الأسباب تشير إلى الإنسان الذي دمر الأرض ودمر تكوينها لكن القضية أعمق من هذه الأسباب هذه الأسباب الظاهرة إنها آثار للأسباب الحقيقية الأسباب الحقيقية تقودنا إلى الغد بمشروع الغدير من هنا في الروايات يأتي هذا المضمون من أن كل فساد في أعناقهما في أعناق أصحاب السقيفة ليس لأن أعناقهما يختلفان عن أعناق بني البشار إنما القضية فيما فعل المشكلة ترتبط بالغدير الغدر الغدر بالغدير هو الذي يقود إلى كل هذا الذي جرى ويجري وسيجري وإذا تولى هذا المفسد الضال وإذا تولى سعى في الأرض في الأحاديث ما من جدار يهدام ولا من عرض يهتاك ولا من محجمة دم تراق في الإسلام إلا وهي في أعناقهما بل يوجد ما هو أكثر من ذلك من أنه ما من سيئة في الأرض إلا وفي أعناقهما القضية لا ترتبط بهما بنحو شخصي القضية ترتبط ب مشروع الغدير مشروع الغدير كان مقدرا له ومقررا له أن يصلح ما تقدم من فساد البشرية وأن يصلح حال البشرية فيما بعد الفساد الفساد كان متقدما على الغدير مشروع الغدير جاء ليصلح آثار ذلك الفساد وليزيلها الموضوع مفصل وطويل أنا لا أريد أن أتحدث في هذه الجهة العميقة والعميقة جدا أعود إلى الآيات التي تخبرنا عن حقيقة الترابط الوثيق فيما بين التشريع والتكوين وإذا تولى هذا المفسد سعى في الأرض ليفسد فيها هذا سعي ديني عقائدي وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها مباشرة جاء العطف ويهلك الحرث والنسل وكأنه هو الذي يقوم بهذا العمل التكويني من إهلاك الحرث والنسل ومر علينا أيضا من أن الحيوانات المنوية عند رجال الأرض قد ساء حالها والقضية أسوأ من ذلك بكثير هذه الأمثلة آتيكم بها لتقريب الفكرة أنا لا أريد أن أفسر الآية بهذه الأمثلة هذه الأمثلة لتقريب الفكرة وتوضيحها إنما يصدق القرآن والقرآن أيضا يصدق حديث سلمان ما هذا هو التمسك بالكتاب والعترة هذه تطبيقات عملية على التمسك بالكتاب والعترة ما إن تمسكتم بهما هذا ضمان من رسول الله صلى الله عليه وآله ما إن تمسكتم بهما لن لن للنفي التأبيدي لن تضلوا بعد أبدا هناك قيد الأبدية جاء لفظا أبدا وجاء مكتوما في لن جاء مدغما جاء خفيا في كلمة لن لن للنفي التأبيدي لن تضلوا بعد أبدا أبدية ملفوظة ظاهرة وأبدية معنوية مخفية ما إن تمسكتم بهما بالكتاب والعترة لن تضلوا بعد أبدا وإذا تولى هذا المفسد سعى في الأرض ليفسد فيها فسادا دينيا مباشرة من دون فاصلة ويهلك الحرث والنسل الهلاك التكويني للحرث والنسل هو من فعله لم يباشره بيده لكس قادرا على ذلك لكنه باشر الفساد الديني مباشرته للفساد الديني قادت إلى هذا الفساد التكويني وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد إلى الآية الثلاثين بعد البسملة من سورة البقرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها إنه الفساد الديني ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك نحن تحميدنا وتقديسنا له آثار تكوينية إنها بركات بركات في السماوات وبركات وبركات في الأرض تحميد الملائكة وتقديسهم وتسبيحهم الملائكة إذا حفت بالمصلي ماذا ستصنع له ستصنع له البركة إنها بركة تكوينية ما هي ببركة تشريعية الملائكة بتحميدهم وتسبيحهم وتهليلهم وتقديسهم يتركون بركة بركة تكوينية أثرا تكوينيا نافعا فيقولون لله نحن الذين بعملنا سنترك أثرا تكوينيا صالحا أما هؤلاء هؤلاء الذين سيكونون في الأرض سيفسدون دينيا وهذا الفساد الديني سيقود إلى سلب البركة من التكوين إلى فساد تكويني قال إني أعلم ما لا تعلمون هي قصة أبينا آدم وقصة نزوله إلى الأرض هي حكايتنا في الحقيقة هي قصة المشروع المهدوي الأعظم من هنا بدأت الحكاية وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وهم عرفوا هذا أيضا من الأجيال التي استخلفت في الأرض وأفسدت وبسبب فسادها التشريع تحقق هناك فساد تكويني ومن هنا قضي عليهم أو أنهم نفوا من الأرض النسناس كانوا قبل الجن قضي عليهم وأما الجن فكانوا بعد النسناس نفوا عن الأرض الفساد التشريعي أدى إلى فساد تكويني وترتبت الآثار التي تحدثت عنها الروايات والأحاديث أنا لا أستطيع أن أحدثكم عن كل التفاصيل التي وردت في أحاديثهم الشريفة الوقت يجري سريعا وعندي الكثير والكثير من المطالب كان بودي أن ألملم أطراف الموضوع في هذه الحلقة لكن الأمر لا يبدو كذلك نحن قريبون من وقت انتهاء الحلقة ولا زال عندي الكثير والكثير من المطالب وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وهذا سيؤدي إلى فساد تكويني بحسب سنن القرآن بحسب حقائق معارف أهل البيت ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون مشروع الغدير سيصلح كل هذا الفساد من زمان أبينا آدم إلى يوم الغدير وحينما غدرت الأمة جاء المشروع البديل مشروع القرابين فقدم علي القربان الأول قدم فاطمة والقربان الثاني المحسن الشهيد بدأ مشروع القرابين بفاطمة وأخذت القرابين تتلو إلى ليلة الحادي عشر حينما خرجت بنت فاطمة خرجت تكاد أن تتعثر بأذيالها هذه بنت علي خرجت من تلك الخيمة الممزقة تخطو وإيدا 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 إلى أن وقفت على الجسد الممزق المدمى على ذلك الجسد الذبيح الذي لا رأس له وضعت وضعت يديها تحت ظهره الذي داسته حوافر الخيول وضعت يديها تحت ظهره الشريف ورفعته باتجاه السماء اللهم تقبل من آل محمد هذا القربان اللهم تقبل من محمد وآل محمد هذا القربان وأي قربان قربان سكن دمه في الخلط وقشعرت له أضلة العرش مع أضلة الخلائق سلام سلام على المجرع بكاسات الرماح سلام سلام على المجرع بكاسات الرماح سلام سلام على خده التريب وشيبه الخضي سلام سلام على ذغره المرضوض بالقضي ورحمة الله وبركاته سلام على فاطمة سلام على فاطمة في ليلة استشهادها ورحمة الله وبركاته ذهبوا إلى فاصل